صباح الخير أعزائي مفتاح الفان الصباح الشركة وينزر بلوكر أقدم هلكم كريمة جديد يوم 31 مايو 2021 ونتحدث مع بعض الوديو بتاعنا عن جنيه بريطاني مقابل الدولار الأمريكي جنيه بريطاني مقابل الدولار الأمريكي طبعا يوم الجمعة الماضية مع بعض انخفاضات خلال الفترة الصباحية اليوم النهاردة ولكن انخفاض الاسبوع الماضي بالنسبة للجنيه بريطاني وانخفاض بالنسبة للدولار في ظل غيابات البيانات الهمة بشكل كامل بالإضافة لجنيه الأرباح وإغلاق السابقات قبل نهاية الأسبوع وغطلة نهاية الأسبوع بعدها لم يكن لدينا أي بيانات وأكدت بعض البيانات الاقتصادية على مدار الأسبوع توقعات تدخم الأمريكي والتعافي من جائحة COVID-19 هذه كانت أهم البيانات وهم الأخبار النهاردة كمان لا يوجد أي بيانات أهم وننتقل مع بعض ونرى التشارة توقعاتنا على المدار اليوم النهاردة نرى الأداء والمحاولات الإيجابية للجنيه بريطاني يوم الجمعة الماضية ومحاولات للارتفاع على الـ 41-75 ولكن تدولات عراضية وتدولات متضبزبة نرى أن هناك غياب كامل البيانات الهمة بل بالعكس هناك أجازات أمريكية ولبريطانيا سواء عطلة المنوك في بريطانيا أو يوم ذكرى الشهداء في المتحدة الأمريكية ولذلك سيؤثر على الأسواق بشكل كبير ولكن الأداء الإيجابي هو الأكثر توقعاً مع وجود إيجابي على EMA على السهر على Flat Trend وجوده على متوسطات سعرية وثباته أعلى الـ 41-75 لذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات بشرط كسر الـ 42-35 علشان يروح للـ 43-10 وراها الـ 43-70 مرة تانية كسر الـ 42-35 وراها الـ 43-10 وراها الـ 43-70 سيناريو الآخر المعاكس ستحقق بكسر الـ 41-10 علشان يروح للـ 40-40 وآخر نقطة عن الـ 39-90 وبكده أزال المتابعين وصلنا لهذه الفيديو أتمنى لكم أكيد يوم تذوي الآمن وبشكركم على حسن المتابعتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته